فشلت ميركل فعلاً بالحل الأوروبي يعني إذا رجعنا بعض الأشهر إلى الخلف على الأقل إلى صيفي هذا العام عندما طالبت جميع الدول الأوروبية بتقسيم اللاجئين بشكل على الأقل يوازي عدد سكانهم ورأينا ردت فعل بولندا، ردت فعل تشيكيا، حتى فرنسا لم تستقبل عدد من اللاجئين كما يجب موازن مع عدد سكانها فأنا أعتقد أن ميركل ستتبعد عن الحل الأوروبي وستناور لإيجاد حل إيطالي ألماني ولكن بالاتفاق مع سويسرا ومع النمسا لأنها لا يوجد حدود مباشرة ما بين إيطاليا وألمانيا ولذلك فقط في مناطق الجنوب، لذلك عليها الاتفاق مع دول أخرى فأعتقد أنها ستحاول أن تصل إلى حل جزئي لأنها فشلت في فرد حل كل الإتحاد الأوروبي